أفادت مصادر خاصة للحدث أن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على دمشق استهدفت مستودعات لتخزين وسائل قتالية يستخدمها حزب الله وأضاف المصدر ذاته أن المعسكر المستهدف تابع للجيش السوري ويستخدمه حزب الله منوها إلى أن الجيش السوري ينقل وسائل قتالية لحزب الله ليستخدمها في حربه مع إسرائيل وأكد المصدر أن عملية تهريب الأسلحة من سوريا لحزب الله مستمرة وهو ما سيزيد وفقا للمصدر من عمليات استهداف إسرائيل لمستودعات الجيش السوري مشيرا في الوقت ذاته إلى أن استمرار سوريا بدعم حزب الله وإيران سيمنعها من تعزيز استقرارها وهو ما سيدفع ثمنه الشعب السوري اشتركوا في القناة من باريس ينضم إلينا المحلل العسكري والاستراتيجي عبد الناصر العيد أهلا ومرحبا بك ومن دمشق ينضم إلينا الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق أهلا ومرحبا بك معنا سيد عبد الحميد أبدأ من عندك سيد عبد الحميد وهذه الغارات المتكررة التي تقول إسرائيل لطالما بقيت سوريا ربما في صف إيران وحزب الله ستبقى دمشق في حالة ربما من الضربات المتكررة وربما تقول بأنه يجب على سوريا أن تغير هذا المسار هل هذا ممكنا؟ هل من الممكن أن تقوم سوريا بهكذا خطوة بهكذا تغيير؟ مساء الخير لحضرتك ولضيفك الكريم وللساد المشاهدين من الواضح بأن مثل هذه الخطوة لا يمكن القيام بها سواء استجابة لهذه المطالب والتحذيرات التي تأتي من كيان الاحتلال الإسرائيلي أو حتى في الظروف الموضوعية القائمة الآن في سوريا قبل الأحداث التي جرت على سوريا كانت العلاقة السورية الإيرانية علاقة عميقة علاقة التحالفية وبالتالي جاءت الأحداث لكي تعزز هذه العلاقة وتوسع دائرة الانتشار الإيراني في سوريا بكل صياغها العسكرية والأمنية والاقتصادية فضلا عن وجود فصائل أخرى وميليشيات أخرى تعمل في الإطار الإيراني وكذلك أيضا إيجاد خطوط لدعم حزب الله كونه يمثل ضمن إطار ومحور ما يعرف بها الممانعة يمثل رأس حبافي على الأرض اللبنانية في تلك المنطقة بالتالي أعتقد بأن مثل هذه التحذيرات هي ذات طابع نفسي وتعبوي مسألة فك الارتباط السوري الإيراني هي ليست مطروحة من جديد وليست مطروحة من جانب الكيانة الاحتلال الإسرائيلي بل كانت مطروحة أساسا من قبل دول عربية سابقا قبل الأحداث في سوريا وكان هذا الموضوع حقيقة موضوع أخذ ورد بين دمشق وبعض العواصم العربية في تلك المرحلة هذه المرحلة اليوم أعتقد بأن الظروف باتت أكثر تعقيدا فيما يتعلق بمسألة فك الارتباط السوري الإيراني بين دمشق وطهران وكذلك الظروف المرتبطة لماذا باتت أكثر تعقيدا سيد عبد الحميد؟ لماذا؟ ما السبب يعني؟ وما الذي جنته دمشق قد يسأل سائل؟ الظروف التي سببت التعقيدات الإضافية هي الظروف الحرب التي ضرت على سوريا والانسجام الإيراني مع دمشق ومع الحكومة السورية في هذه المرحلة خلال السنوات التي مرت على تلك الأحداث وعلى تلك المناطق في سوريا بعامتها كاملة دون استثناء بالتالي اليوم التموضع الإيراني أيضا كما قلت قبل قليل بات أكثر انتشارا واسعا على المستوى الميداني مأمنيا عسكريا وسياسيا واقتصاديا يعني الصعوبة تكمن من عدم المقدرة وليس من عدم الرغبة؟ ربما من عدم الرغبة أولا ومن عدم المقدرة ربما كلاهما يصح القول فيهما فيما يتعلق بمسألة فك الارتباط بين دمشق وطهران في هذه الظروف الحالية ذلك أن أيضا ظروف آخر ربما يكون عامل تعقيد آخر وهو موضوع الوجود العسكري الدولي على الأرض السورية المتنافر هناك من يعمل كحليف لدمشق كطهران وموسكو وهناك من يعمل كضد لهذا المحور الروسي السوري الإيراني كتركيا على سبيل المثال والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأذرع المحلية التي تعمل في هذا الإطاب وهي التي أيضا ربما أضافت عاملة تعقيد آخر على هذا الاشتباك القائم على الأرض سيد عبد الناصر وفقا للمصادر تقول بأن الجيش السوري ينقل وسائل قتالية لحزب الله ليستخدمها في حربه مع إسرائيل من وجهة نظرك فعليا هل لدى سوريا هذا النوع من الرفاهية أو من الأسلحة لتنقلها إلى حزب الله ليقاتل إسرائيل خاصة بعد كل هذه السنوات الطويلة من الحرب وإذا كان الجواب نعم ما طبيعة هذه الأسلحة نعم مساء الخير بأعتقد يعني ضيفك من دمشق قال جزء من الحقيقة وهو أنه النظام يعني ما معناه لا يستطيع أن يفكر ارتباطه بإيران وهذا بسبب تعقيد الظروف لكن الحقيقة هي والتي بتجاوب على سؤالك أيضا أنه نظام الأسد وليس الدولة السورية ولا الحكومة السورية نظام الأسد قد قدم سوريا بالكامل لإيران مقابل بقاءه في الحكم هذا يعني تقديمه كافة المؤسسات والإمكانيات السورية أصبحت ملك لإيران يعني إيران عندما تستخدم قواعد عسكرية سورية هي لا تمررها قوات النظام أو تتعاون مع قوات النظام هي تعمل بها كسيدة يعني إيران تتعامل مع سوريا بالفعل هذه لم تعد مزحة والآن يمكن أن أوضح بعض النقاط عندما يقول أن سوريا هي ولاية إيرانية أو إيران تتعامل معها كمحافظة إيرانية هذا لم يعد مجازا إيران تتعامل مع سوريا الآن كأنها محافظة إيرانية أخرى مثلها مثل العراق ومثل لبنان وتتعامل على هذا الأساس وتتحرك على أرضها يعني من فترة نشر مقال مفكر معروف إيراني يتحدث عن أنه يعني نحن يجب أن ننهي مسألة أنه السوريين يتحدثون العربية ويجب أن نبدو لماذا اللغة الفارسية ليست دارجة في سوريا يعني هذه أمنيات سيد عبد الناصر هذه أمنيات في هذا الشعب الذي يعتبر جزء من فارس لكن المستوى الموجود في سوريا أقصد المستوى الموجود في سوريا من القيادات الإيرانية يتعامل مع الأمور على هذا النحو ومنذ المؤتمر القمة العربية في الرياض في شهر ماي أيار الماضي حاول نظام الأسد أن يثبت للعرب ولو بشكل بسيط ولو بشكل سطحي أنه إيران لا تسيطر عليها بشكل كلي ففشل وهذا الموضوع اختبر وانتهى يعني الآن لا يوجد في الأوساط الدول العربية ولو أنه ما واضحة يعني بشكل معلن تماما لكن ولا دولة عربية الآن لديها أي أمل بأنه النظام يفكر ارتباطه بإيران أو إمكانية فعل هذا الشيء لذلك أغلق هذا المنبسار وهذا الملف والآن يعمل على ملف آخر لو سمحت الإمكانيات العسكرية التي يقال وفقا للمصادر بأنها يتم ترحيلها أو تسفيرها من سوريا إلى حزب الله لقتال إسرائيل سألت عن طبيعة هذه الأسلحة إذا ما وجدت بعد كل هذه السنوات ما هي هذه الأسلحة هي الأسلحة ليست لدى النظام السوري هي الأسلحة يتم تمريرها من إيران للعراق ومن العراق عبر معبر البكمال تمر إلى غرب سوريا جنوب غرب سوريا ويتم بالتالي تمريرها إلى حزب الله النظام لا يعرف أي شيء عن هذا الموضوع وهو ليس لديه إمكانيات ليقدمها يعني هي أسلحة ليست للجيش السوري هو معتمد على إيران وموسكو بشكل كلي ليس لا لا ليست لم يعدد الجيش السوري لديه أسلحة بسيطة جدا وهو معتمد في معاوضة الاستهلاك والتلفيات وغيرها على طهران وموسكو بشكل كامل يعني ليس لديه لا المال ولا مستودعات ولا تخزين ليقدمه لحزب الله أو لإيران هو معتمد أساسا على إيران وحزب الله يعني كمان ضيفك حكى مغالطة من شوي قال أنه يعني هما اتحالفوا مع إيران لتدعم حزب الله لأنه رأس حرب للممانعة يعني أنت تتجاهل كليا أنه حزب الله احتل جزء كبير من سوريا وبينها منطقة القلمون التي قصفت مؤخرا والقصير ووصل إلى حلب وإلى دير الزور يعني هو كان شريك في الحرب وليس يعني مجرد مستفيد من العلاقة بين إيران وسوريا هو كان جزء من الحرب على الشعب السوري الذي دفع ثمنها تسليم سوريا لإيران ولحزب الله والبقية ميليشياته مثل فاطميون الإفغانية وغيرها سيد عبد الحميد يعني إذا ما كنت تريد الرد على ضيفنا السيد العبد فأنا أريد أن أسأل عن ربما شيء آخر إذا فعلا كان هناك من يقول بأن هناك تغيير حاصل في سوريا تجاه الوجود الإيراني وأكبر دليل على ذلك وفقا لبعض المراقبين بأن العمليات التي تمت في سوريا واستهدف من خلالها ربما شخصيات وأسماء معروفة إيرانية كان هناك من يقول هذا أكبر دليل على أن سوريا لم تعد كما سبق تريد هؤلاء في الأراضي السورية ما رأيك بذلك؟ هذه المقاربة التي تفضلين بها ليست إطلاقية ربما يكون فيها جانب نسبي كبير يدل على أمرين الأمر الأول بأن الإيرانيين الموجودين على الأرض السورية بصفوفهم المختلفة ومسؤولياتهم المختلفة أمنية عسكرية قيادية هم يعملون بمفردهم فيما يتعلق بعمالهم وما يعملون وبحماياتهم الخاصة وبالتالي هذا الموضوع حينما سرب عن أن وخصوصا بعد حادثة المزة بلاد الغربية التي قتل فيها أربعة قيادين إيرانيين سربت بعض المعلومات من جانب بعض الإيرانيين بأن هناك ربما اختراقات من جانب الدولة السورية أو جهاز أمن السوري أو إلى ما هناك في هذا الإطار الأمر الآخر الذي لا بد من الإشارة إليه في المقاربة التي تفضلت بها وهو أن هذه العلاقة القائمة بين الطرفين الآن محكومة بعوامل جديدة محكومة بمعطيات جديدة وبالتالي لا يستطيع أي طرف أن يبدي امتعاضه أو يبدي أكثر من الامتعاض فيما يتعلق بهذه العلاقة من الواضح بأن كثير من المناكفات قائمة بين الجانب السوري والإيراني وأعتقد بأن حرب 7 أكتوبر حرب التي حدثت في غزة أحطت إشارة واضحة على أن الانسجام ليس تاما فيما يتعلق بهذا الأمر كان هناك حديث عن احتمال فتح جبهات توحيد جبهات توحيد ساحات ولكن كل هذا الأمر لم يكن إضافة لجانب آخر كان واقعا على الأرض وهو أنه حينما بدأت بعض عمليات إطلاق بعض القذائف على الجولاء السوري المحتل وكانت تأتي في الخلاء لا تثمن ولا تقدم ولا تؤخر كان هناك ظرف واضح من الجانب الروسي تدخل الجانب الروسي أوقف مثل هذه العمليات نظرا لتفاهماته السابقة مع إسرائيل حينما دخل إلى سوريا في أيلول 2015 بالتالي أعتقد بأن المسألة ليست قائمة على الإطلاقية بالرفض أو الامتعاب وليست بالقبول التام هناك حسابات لكل طرف الإيرانيون لهم حساباتهم ودمشق لها حساباتها في هذا الإطار ولها أيضا مصالحها والأمر ليس إطلاقيا بالمطلق سيد العايد باختصار شديد إذا كانت سوريا لا تستطيع وفقا لإجابتك اتخاذ قرار بما يخص إيران وحزب الله كيف من الممكن التعاطي مع هذه النقطة وإسرائيل مستمرة بهذه الضربات باختصار لو سمحت نعم باختصار شديد كان هناك تعويل ورسم لمسار يتم من خلاله دعم نظام الأسد ليتخلص من الإيرانيين ويخرجهم من سوريا تبين أنه غير قادر على ذلك وأكثر من هذا يعني الدعم والتضامن الذي قدم له فسره بطريقة مقلوبة وبلش يعني يتنمر على الجهات التي تريد أن تساعده فالآن هناك مسار جديد أعتقد واضح يعني واضح المعالم لإخراج النظام وإيران سوية وهذا يحتاج إلى بضعة أشهر حتى يعني يتبلور بشكل كامل على الأرض ملامحه قد تكون يعني على شكل انتفاضات وثورات شعبية محلية في كل منطقة كالتي شهدناها في السويداء وما يحدث في درعة وربما يحدث في مناطق أخرى ومنها حتى الساحل السوري من باريس كنت معنا المحلل العسكري والاستراتيجي عبد الناصر العيد شكرا جزيلا لك من دمشق أيضا كان معنا الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق شكرا جزيلا شكرا جزيلا